ترأى سمعالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة الجانب الخليجي في الاجتماع الأول لسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع سعادة السيدة أنماري تريفيلين وزيرة التجارة الدولية البريطانية بشأن مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين نعم جاء ذلك بحضور سعادة السيد توم وينتل كبير المفاوضين في المملكة المتحدة وعدد من كبار المسؤولين وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات والمفاوضات الجارية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة والمكاسب الاقتصادية المتوقعة لكل الجانبين على صعيد تنشيط التجارة البينية والاستثمارات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التحاول الرقمي والذكاء الصناعي وغيرها من المزايا بما يسهم في توطيد أواصر التعاون والشراكة الاقتصادية التاريخية بين الجانبين